الشركة العامة للفوسفات كانت تعتبر من أكبر المصانع للأسمدة في الشرق الأوسط تقع في محافظة الأنبار غربي العراق في قضاء القائم الحدودي أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في البلاد مهددة بالاندثار بعد تعرضها للتدمير وتعطيل مصالح الألاف من موظفيها بمختلف تخصصاتهم شركة الفوسفات البلقائم مهمة جدا نحتاج إلى إعادة تشغيلها إعادة صيانتها إعادة إعمارها كانت هذه الشركة تشغل أكثر من أربعة آلاف عامل وموظفي هذه الشركة لا بد من إعادة تأميرها حصلت الموافقات من الحكومة المحلية الموجودة في محافظة الأنبار لكن ننتظر الموافقات التي تأتي من الحكومة المركزية محاولات حثيثة لإعادة تأهيل الشركة العامة للفوسفات والذي تعرض بنائها للتدمير على أيدي عناصر داعش سيما وأن حكومة الأنبار طالبت الحكومة العراقية بالتوقيع العقدي مع أحدى الشركات الاستثمارية كانت تنتج مليون وربع طن سنويا من الأسمد الكيميائي الذي تأمن الغداء للزراع على بلدنا وهذا الأمن الغدائي والزراع والصناع المفروض كل دولة نعرفها فقهيات من خلال قناتكم الكريم أن ناشد الأمين العام للمجلس الوزراء هذا الموضوع يبيث به لأن كونها الشركة العامة للفوسفات من الشركات العملاقة والرائدة التي تغذي المنطقة الغربية أولاً كونها مشروع استراتيجي ومشروع صناعي مهم للبلد للمناطق الغربية إعادة عمل من خمس تلاف إلى ثم تلاف عامل ويصنف العراق في المرتبة العالمية إلى جانب الدول التي تمتلك أكبر احتياطات الفوسفات في العالم حيث يقدر الاحتياطي في الصحراء الغربية في الأنبار أكثر من مليون طن سنويا من الأسمدة الكيميائية للفوسفات من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير